اشتركوا في القناة اشار سعادة وزير التربية والتعليم لدى لقائه وفدا نيابيا الى ان الخطة الموضوعة من قبل الوزارة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الاخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الانشاء مع جودة الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة وذلك استنادا الى التقارير الوردة من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث باشرت وزارة التربية والتعليم بالقيام بالاجراءات اللازمة وتوفير البداء للازمة في حدود الامكانيات المتاحة وبأقل الاضرار الممكنة مبينا ان هذا الوضع استثنائي مؤقت وسيتم العمل على اعادة بناء المدارس والمباني تمهدا لاعادة تشغيلها لاحقا وبين الوزير ان هذا اللقاء سيعقبه لقاء اخر مع رؤساء واعضاء المجالس البلدية بمختلف المحافظات اضافة الى اولياء امور الطلبة بجميع المدارس المعنية باعتبارهم شركاء ايضا وذلك لتوضيح الصورة لهم بشأن هذا الوضع وفي ختام اللقاء عبر السيد عبد النبي سلمان النائب الاول لمجلس النواب واعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع عن تغديرهم للجهد المبذول من قبل الوزارة وعلى حرصها على التواصل مع النواب ومن جانبه قام وزير التربية والتعليم والمسؤولون بالوزارة بالرد والتعقيب على استفسارات ومداخلات النواب حيث تم التأكيد بان الوزارة ملزمة باخلاء المدارس التي وردت بشأنها تقارير لان سلامة الطلبة واعضاء الهيئات الادارية والتعليمية هي الهدف الاساسي حيث راعت الوزارة في وضع الحلول هذا الجانب اضافة الى الالتزام بتوفير المقعد الدراسي لجميع ابناء البحرين وتوفير البيئة المدرسية المناسبة لكونها أولوية مطلقة للوزارة ومراعاة قرب المسافة لمناطق سكن الطلبة قدر الإمكان مع توفير المواصلات عند الحاجة لمستحقها ترجمة نانسي قنقر